لا شيء في سوريا الجديدة يشي بأن الوجود الروسي مرحب به فالثورة السورية التي أسقطت نظام بشار الأسد هي ذاتها التي حاربتها روسيا إلى جانب الجيش السوري المنحل خلال السنوات الماضية وبالرغم من عدم الإفصاح عن تفاهمات بين المعارضة السورية وروسيا إلا أن مصادر روسية تتحدث عن ضمانات من قبل المعارضة السورية لأن القواعد الروسية بشكل كامل رغم سيطرة المعارضة المسلحة على المحافظات التي تتواجد فيها تلك القواعد وهنا يثار سؤال آخر حول مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا فضلا عن نحو مائة موقع عسكري روسي منتشر في البلاد في ظل التطورات الجديدة وهنا قد تكون الإجابة أن النظام السوري رحل ولا يزال من الصعب التكهن بمصير الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة السابقة ومنها ما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية لذلك فإن مسألة الوجود العسكري الروسي في سوريا ستحسيمها السلطات الجديدة وما هو مؤكد أن هناك تغيرات مستقبلية في الاتجاه السياسي لسوريا سوف تترك آثارها على مستقبل القواعد الروسية وربما على مجمل العلاقات بين دمشق وموسكو وعلى ما يبدو أن موسكو مهتمة حاليا بكيفية سحب الخبراء العسكريين الروس من مدينتي طرطوس وحميميم من دون أي خسائر أما وقع الحال الآن لا يحمل أي رغبة سورية بتمديد أي اتفاقات بشأن استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية في البلاد في ظل القيادة الجديدة لسوريا وقد يكون هناك مطالبات شعبية لتخلص من الوجود الروسي في سوريا أما الجانب الآخر لرفض وجود القواعد العسكرية الروسية في سوريا هو أن هذا الوجود يتعارض مع الدول الداعمة للثورة في سوريا وقد نشهد عهدا جديدا من تقارب سوري مع قوى مناوئة لروسيا وإيران في المستقبل تغيرات كبيرة ستشهدها سوريا فتركة النظام السابق كبيرة ومعقدة فالعقبات أمر واقع في طريق إعادة ترتيب البيت السوري الداخلي وعلاقاته مع الخارج لكن هناك أطراف ستكون الخاسرة من هذا الترتيب وعلى رأسها روسيا وإيران التي شكلت الشريكة الأساسي لنظام الأسد ترجمة نانسي قنقر